لملف تاني ملف بقى جولة السيد الرئيس الخليجية اللي كانت الجولة الأخيرة دي كانت سلطنة عمان وكانت البحرين وابل كده طبعا كان عندنا هنا لقاءات من عدد من القادة العرب تحركات عربية عربية ويمكن حاجة برضو قلتلي أن احنا أمام فرصة تاريخية كمنطقة عربية خلال الفترة الصعبة اللي بيعاشها العالم دلوقتي شوف حضرتك أنا أعتقد أن هذا الملف ربما يكون من أهم الملفات المطروحة على طولة العالم العربي الآن وأتصور أن العالم العربي لديه الآن فرصة تاريخية لا تعود احنا للأسف نستودم حكاية الفرصة التاريخية وكلام ده كتير لكن فعلا حقيقة الأمر أن لدينا الآن فرصة تاريخية قد لا تعود بقول تاني قد لا تعود لأنه أنت عندك ظرف عالمي مش حتى كتير أنت في ظل العالم بيتشكل من جديد استراتيجية الناتو الأخيرة اللي طلعت بعد الاجتماع الناتو الأخير ده كانت استراتيجية بتقولك العالم رايح لفين النهاردة بعد ما كانت روسيا شريك أساسي مع الناتو في استراتيجية 2010 على فكرة استراتيجية نتو 2010 كانت ضمنها أنه روسيا شريك للناتو استراتيجية الأخيرة 2022 اللي لسه خرجت من عدة أيام يعني بتقول أن روسيا هي العدو الأساسي للناتو أو التحدي الأكبر للناتو وبتصنى في الصين على أنه تحدي خطير جداً بيواجه نتو فإذا أنت الآن أمام عالم متعدد الأقطاب فكرة العالم اللي هو زل قطب الواحد انتحت وأنت الآن أمام عالم متعدد الأقطاب اللي هو في الغرب في روسيا في الصين تبدأ علاقته إيه؟ بينك عالم عربي أعتقد أن ده دي فرصة تاريخية غير مسبوقة لأعادة سياغة موقف عربي يخدم القضايا العربية في الأساس في كل المجالات قضايا سياسية قضايا اقتصادية قضايا يعني علاقات عربية عربية مشتركة على كل الأصعادة لو نجح العرب في استغلال هذه الفرصة غير المسبوقة أتصور أن العالم العربي يمكن أن يكون مش عايزين نبالغ ونقول قطب رابع يعني لكن لا هيبقى من القوى العالمية المؤثرة لا يستهم بيها يعني أنا مش عايز طبعا مفروض بس إحنا مش عايزين برضو إحنا برضو لازم نبص نفسنا إحنا كبار في المقام الأول ما هو إحنا كده لكن على الأقل نبدأ يعني ناخد الحجم الطبيعي بتاعنا ونبقى فعلا قوة إقليمية مؤثرة في سياقة الأحداث في العالم أنت تقدر دا؟ أيوة نقدر دا؟ الشرط أن أنت تكون يد واحدة بالضبط وهي ورؤية موحدة مش موحدة يعني يعني على الأقل فيها تناغم كبير جدا يقدم المصالح العربية